يا مسائل أنا ومسائل سعادة على كل مشاهدين الصحة والجمال في برنامجكم أكلة بسيطة مصرية لسه مستمرين في الأكلات الخفيفة اللذيذة الاقتصادية النهارة إن شاء الله مع حضراتكم هنعمل صنيط البطاطس باللحمة المفرومة وهنعمل رل اللحمة المفرومة بالجبنة والخضار وهنعمل الرز الأبيض إن شاء الله مع حضراتكم وهنعمل الحلوة بتاعنا يكون الدونس بأشكاله على حسب ما انتم طلبتم مننا احنا بنعمل معاكم على طول طلبتكم أوامر وقول ما نبدأ نقول باسم الله على بركة الله نبدأ بصنية البطاطس معنا حوالي نصف كيلو من البطاطس على حسب عدد أفراد الأسرة بتحضراتكم هنقطع البطاطس تقطيع دواير وسط نقسمها اتنين باسم الله على بركة الله هعملها تركة حلوة جدا عشان ما تعدش معايا كتير في الفرن وتعزبني يكون أكلة سريعة ويكون سهلة وفي نفس التوقيت ما يكونش متعبة هنبدأ نقطع البطاطس زي ما احنا شايفين اهو تعطيها ترنشاط بيكون السمك بتاعها سمك تخين شوية بعد كده في الزيت أديها تشويحة بسيطة أليا كده خفيفة في الزيت بتاعي بتاعنا بسم الله على بركة الله هذه الزيت والجمال أكلة سريعة عشر دقايق أكون محضر الأكلة لو حضرتك محتارة تعملي إيه النهاردة معانا في أكلة بسيطة مصرية كل الأفكار اللي هي بالترتيبات البصيفة السهلة هكون معاكم ننزل بعد كده في القلية بتاعتي أو في الطاصة بتاعتي هننزل بواحد عدد من البصل بسم الله أقطع البصل تقطيع ناعم شوية بسم الله واحد عدد من البصل أي طاطع لحبوه نشتغل فيها والمقدير قدام حضراتكم على الشاشة على طول مباشر اللي عايز يصورها انزل بواحد عدد من البصل واللحمة بتاعتي كيلو من اللحمة مفرومة متضاف عليها لو حضرتك عايزة تستخدم كيلو من اللحمة هنعمله على مرحلتين هنعمل صنية البطاطس بنص كيلو ونعمل الرول بتاعنا الجميل بنص التاني على حسب عدد الأفراد ننزل بنص كيلو من اللحمة بسم الله مع البصلة بالتشويحة الجميلة فصي من التوم والبطاطس معانا فيل الزيت بسم الله نقلب البطاطس نديها تحميرة بسيطة وخفيفة نطلعها على الورق ورق المطبخ بعد كده اجيب الصنية بتاعتي أنزل نزلنا بالبصل نزلنا باللحمة بفصيل من التوم فلفل أخضر وأحبر وأصفر حار أو بارد على حسب الاستخدام بسم الله ودي فلفل أصفر ومعانا التقليبة الجميلة البطاطس في الزيت واللحمة على النار مع البصلة أشوح وأنزل بالفلفل الأخضر والأصفر والأحمر أشكل تشكيلات جميلة في طاجن الصينية نعملها بطريقة حلوة وجميلة ممتازة بتركة بسيطة وسهلة بنحاول بقدر الإمكان أن احنا نعمل صنف واحد نشكل بيه تشكيلات بسيطة وسهلة جدا واقتصادية 100% نعمل بيها غدانة مع الحلو الجميل مع العصاير مع شوية الصلاطات الجميلة بعد كده شوية من البابركة شطة باردة تدي لون معايا جميل الفلفل الأصمر والحبهان وراء اللوري جسط الطيب الكباب الصيني كلها حصة بطحانها عندي باستخدامي يومي شوية الملح الجمال خفيف عشان الصحة وعشان أطفالنا الملح والسكر نبدع عنه شوية بعد كده أقلب والبطاطس في النار بعد كده ادى الروايح الجميلة بالتدبيلة الحلوة ننزل بواحد باتنين عصير طماطم بسم الله اتنين عصير من الطماطم حقولي أربع حبات من الطماطم باندربين في كبايتين من الميا معاهم كبايتين من الميا معاهم حوالي معلقتين من الصلصة صلصة الطماطم الجميلة بعد كده تعالوا بقى نشوف التركة الجميلة في الصينية بتاعتنا نعمل ايه نجيب حبة بصلة خفيفة ونبدأ نقول بسم الله نقطعها تقطيع الجوانح الخفيفة رايقة جدا هعمل لها فرسة حلوة للبطاطس بقى عشان أعمل صينية بطاطس جميلة كده مسبكة بس مش قوي يكون سهلة وخفيفة نفرش فرشة الجميلة بتاع البصل معانا بعد كده الفلفل هحط اتنين سلام عشان اللي يحب الحار ماشي يشتغل بعد كده حباية من الطماطم تقطيع رفيع جدا بسيط خفيف وننزل عليها بالفرسة أو بالخلطة الجميلة فرشة بسيطة من تحت عشان لما نستقبلها على النار حوالي تقعد نص ساعة على النار ونطلع البطاطس بتاعتنا الجميلة بسم الله نقول لها كده مية مية خدت الصدمة أو الحاجة الخفيفة بسيطة مع الزيت عشان ما تاخدش معايا وقت كتير على المناديل بنجيبكم أكلات سهلة الجو صيف وحر جدا فعشان كده بنحاول بقدر إمكان نخفف على جيوبكم ونخفف على نصف بتاعتها الجميلة والتوابل المشكلة مع الملح تشكلات وتركبات بسيطة جدا وسهلة جدا وفي نفس التوقيت بتعمل طعم مع الرز الأبيض والرل الجميل اللي هنعمله الوقت مع حضراتكم بسم الله هصف كويس عشان مش عايز نسبت زيوت كتير وانزل على الصينية بتاعتي على طول بسم الله المناديل واتبل البطاطس بتاعتي بالبابركة شطة بردة فلفل أحمر مطحون بارد والتوابل الجميلة وسنة الملح تركبات تركبات بسيطة في التوابل بالذات تدي مواد عطرية جميلة وقلب كله مع بعضه بالتشكيلة والطعم الجميل مش هتاخد معايا تلت ساعة بالزبط وهي تطلع معايا صنية بطاطس طعمها هتحبون ان شاء الله بإذن الله بعد كده اللحمة بتاعتي بعد معصقتها وخادت تركة بسيطة بتاخدش وقت خالص حاجة بسيطة أنزل بيها على البطاطس الجميلة بسم الله انزل يا جميل في الساحة على الصينية الجميلة بالريحة بتاعتها وقلب ساوي مش هنحط أي بيون لأن البطاطس مستوية وانا عايزة تنشف مش عايزة بقى فيها بيون كتير اللي بيحب البيون كتير يزود او الشربة بتاعتها كتيرة يزود انا جرد ان هي ما تنشف في الفورن وتاخد الوش بتاعها بالتركة الحلوة هعمل لها برضو باقة البصلة زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم اهو ساوي بسم الله وديها بقى البصلة ترنشاط خفيف اديها شكل جميل كده العين بتاكل قبل اي حاجة ودي ترنشاط طماطم عشان تنشف في الفورن تلت ساعة بالزبع عشر دقائق من تحت وعشر دقائق في الشواية تطلع معايا صنيط بطاطس متعصجة خفيف وسهل ولذيذة بالطعم والتركة المصرية الجميلة بسيطة سهلة سريعة واجبات خفيفة وشوية من الفلفل بسم الله هقطع ترنشاط ادي لون وندخل على الفورن بالشكل الجميل تلت ساعة بسم الله على الفورن على طول يلا يا خوزي خش يا باشا بعد كده ناخد الطبق التاني وهو رل اللحمة المفرومة مدام اللحمة المفرومة معانا نشكل بيها يبقى هنعمل رل جميل اول حاجة بصنية بتاعة قالب الكيك هنبدأ نجيب اللحمة بتاعتنا هاخد منها كمية بسيطة بسم الله هاخد كمية بسيطة منها على قد الرل اللحمة بتاعتي عبارة عن كيلو من اللحمة متضاف عليها واحد عدد من البصل تلات فصوص من التوم اثنين عدد من الفلفل ومفرومين واخدى وشين من غير توابل ولا ملح ولا اي حاجة قد التوابل الملح بتاعي خفيف مش متابل لللحمة بتاعتي خالص بسم الله مطبخ الاول مطبخنا عشان اهم حاجة نظافة في المطبخ بنبه عليها كزا مرة لازم مطبخنا يبقى رايق وجميل عشان تطلع الحاجة معانا براحتنا خالص بسم الله بسم الله حطينا اللحمة حطينا الملح حطينا التوابل الجميلة هنضيف البقصمات بتبقى عند العطار حوالي كباية من البقصمات ربع معلقة من البيكن بودر الحاجة عشان ما تنشافش مني وتطلع معايا كويسة وطرية مية في المية بعد كده ابدأ اخدمة كويس بسم الله اللي عايز الرل او صنية الكفتة الجميلة في الفرن صنية الكفتة منوارنا عم وليد والله الاستاذ وليد عمارة المخرج بتاعنا الجميل اينوا لحظات بيقولهن على طول قبل الهوى بتعم معانا بصراحة والكست كله للصحة والجمال عم عزب والاستاذ جمال طبعا حبيبنا والاستاذ جمال الراجل مية في المية بصراحة الله يباركله والاستاذ خالد والاستاذ سيد كل الصحة والجمال الناس الناس الحلوة اللي مية مية بعد كده بنجيب من غير سمن ولا زيت ولا اي حاجة بناخد قطعة بسيطة من الكفتة او اللحمة المفرومة اللي متضاف عليها البصل والفلفل والتوم قبل الفرن بعد ما فرمناها نزلنا عليها بحوالي نص كباية من البقصمات نص كباية من البقصمات ونزلنا عليها بربع معلقة من البيكين بودر وادي الحاجة الجميلة بالريحة الحلوة البسيطة السهلة امكانيات بسيطة وسهلة جدا بنقدر نشكل على قد ما بنقدر في مطبخنا الجميل مع تشكيلات بسيطة وسهلة بعد كده بعمل بفرق قطعة بسيطة من النص على طول زي ما احنا شايفين حضراتكم اهو وننزل بقى بالخضر الجميل والجبنة اللي عايز يحطه بيد مسلوق ما فيش اي مشاكل اللي عايز يحطه اي حشوة ما فيش اي مشاكل عايز يعمل حضار البطاطس مع الجزر مع البسيطة نشوحها وننزل بيها في النص ما فيش اي مشاكل احنا علينا الطريقة وانتو عليكم الحشوات ننزل بالجزر وناخد واحد من البصل والفلفل الحار والبارد والجبنة الموزرلة البصل الجميل البصل عشان بيقوق هز المناعة جدا محدش لازم بقى قدر الامكان ناكله باي وسيلة عشان يقوق هز المناعة البصل مع اللمون والتوم الحاجات دي جميلة جدا وطبيعية مية في المية ما بتضرش ننزل بشوية من البصل والفلفل الالوان والفلفل الاخضر يلا شغال مع الاحمر شكل بقى تشكيلات جميلة ننزل بكمان واحد فلفل حار نخليها سبيسي جميلة كله عشان خاطر جهاز المناعة بعد كده تجبنا بسم الله وشوية موزرلة اختياري تطلع طعمها جميل مبدع فننه على قد ما تقدره بامكانيات بسيطة وسهلة عملناها حطينا الجزر والفلفل والبصل بعد كده نجيبها نقفلها تقفيل كامل عشان الجبنة ما تهربش مننا واتخش برضو الفرن حوالي نص ساعة مش هتعوق معايا ان شاء الله نفرد ونضم على الحروف جامد عشان الجبنة والحشوة بتاعتها تطلع مزبوطة بسم الله هندخلها الفرن تلت ساعة بالزبط عشان دائم من تحته لحد ما تستوي تاخد التركة بتاعتها واضغط بإيدي من الحروف بالذات عشان ما هربش أكني بقفل على الحاجة عشان تطلع معايا الرول الجميل رول بيف حاجة هنقطعها تقطيع قدام حضراتكم اضغط ومن الحروف اعملها زي ما احنا شايفين اهو ونخش على طول في الفرن زي ما هي كده من غير سمن ولا زيت نسبة الدهون بتاعتها حوالي ربع كيلو في الكيلو بيطلعها لممتازة زي ما احنا شايفين انزل على طول بعد كده نعمل واحدة غيرها لو انا ما عنديش الفرمة دي لو ما عنديش الفرمة ما فيش عند حضرتك الفرمة بنفس الطريقة نعملها لك بطريقة تانية اهم حاجة ان احنا نعملها ننزل بالفلفل الاسمر وشوية من الملح الفلفل الاسمر حبهان وراء اللوري جسط الطيب والبابركة وشوية من البقسمات ونقلب يا معلم تقليب ممتاز بسم الله اهم حاجة اخدمة كويس مع سنة من البيكنباودر عشان البقسمات والبيكنباودر مش هينشف معي الكفتة خالص وهم را هم هتسيب من بعضية نهائي بعد كده اجيب ورقة سولوفان بسم الله ورقة سولوفان اه واجيب الرول بتاعي او الكفتة بتاعت الجميلة اللي انا عملتها افردها مربعة مستطيلة انهم ان انا افردها واحط الحشوات بتاعتي زي ما انا عايز خضار بدمسلو اي تشكيلات تحبوها تحبوا تاكلوها اختروها ولا اعملوها حط الجبنة والموتزريلا اللي بيحب الموتزريلا بسم الله والخضار المشكل الجزر بيقو النظر والبصل والمقدير قدام حضراتكم عليها على طول مباشر والبصل والفلفل شكل شكل واللف الرول كامل بسم الله الف الرول بتاعي زي ما احنا شايفين اهو اضغط على الحشوة اقفل على الحشوة الاول اساسي خلي الحشوة كلها من جوة اقفل بعد كده اعمل الرول جميل شكل طبيعي مية في المية زي ما احنا شايفين حضراتكم اهو واضغط برضو في الفرن نفس التكرار اكلة بسيطة مصرية في الصحة والجمال مفيش اجمل من كده رول اللحمة وعملناها في صنية الفرن مع الصنية البطاطس السريعة عشر دايب الزبط هنتلت ساعة ندخله من النار بعد كده نطلع فاصل ونرجع مع الحلوة بتاعنا نطلع فاصل ونشوف هنعمل ايه ونين ونين ثلاثة ورجعنا مع حضراتكم تاني بعد الفاصل ابدأ اعمالي عليش رجعنا مع حضراتكم تاني بعد الفاصل بعد ما عملنا مع حضراتكم صنية البطاطس الجميلة باللحمة المفرومة عملناها تشكيلات حلوة وامتازة عملنا نزلنا بالبطاطس في الزرحة حوالي ثلاث دايب الزبط بعد كده طلعناها نزلنا باحد عدد من البصل والفلفل والجزر واللحمة المفرومة عصجناها بعد كده نزلنا فارسة ليها البصل والطماطم والفلفل من تحت بعد كده نزلنا البطاطس وتبينها تدبيلة كويسة بالسبعة تاب مشكلين وبالبابركة وبالملح ونزلنا فوقها باللحمة المفرومة الجميلة وحطينا عليها البصل والفلفل والطماطم من فوق تقطيء خفيف وبسيط وسريع دخلناها الفرن بعد كده عملنا رول اللحمة المفرومة عملناها كيلو اللحمة المفروم بيتضاف عليه حوالي ربع كيلو من الدهن الضاني يبقى من أفضل الدهن الضاني بيدي تركة وريحة جميلة اللي ما بيحبش الدهن الضاني يحط أي دهن ما فيش أي مشاكل اللي عايز يبقى منزوع الدهن خالص يحط حوالي 50 جرام حاجة بسيطة الدهن بيسيح في الفرن وبتطلع التركة بتاعته والريحة جميلة جدا بعد كده ضفنا معاها الجبنة المتزرلة وضفنا عليها الجبنة المبشورة والجزر والفلفل اللي حابب يحط بيد مسلوق يحط بيد مسلوق واللي حابب يحط أي خضار مشكل بالجزر والبسلة والبطاطس يشوحها معنا على النار ما فيش أي مشاكل تعالوا نخش على الحلوة بتاعنا طلبتكم لين أوامر ما بنقدرش نتخلى عنها هنعمل الدوناتس الدوناتس أشكاله وألوانه ومشهور جدا في كل البلاد هنعمل له طريقة سهلة بتركة مصرية فأكلة بسيطة مصرية في الصحة والجمال أول ما نبدأ نقول باسم الله على بركة الله معايا 3 كبات من الدقيق 3 كبات من الدقيق معلقة من الخميرة معلقة من الزبدة واحد عدد من البيض معلقة من السكر رشة الملح والمية ورشة البيكن بودر أزميلا سمحك هننزل نزلنا بالدقيق 3 معلق من الدقيق بعد كده أنزل برشة الملح والخميرة معلقة صغيرة والسكر بعد كده أنزل بالزبدة نزلت بنواد الجفة الأول الخميرة واللبن البودرة اللبن البودرة بدسم لو حضراتك هتقلبي أو هتعجني بحليب صافي طازة مش مشكلة اللبن البودرة احنا بندسم الحاجة بتاعتنا والمائدير قدام حضراتكم على طول على الهوى شكرا يا موليد بعد كده أقلب وشوية معلقة بسيطة من جسد الهن اللي عايزه حابب يحط صميد بزبوسة مش أي مشاكل شكرا يا فوزي وقلب الدوناتس الجميل قلبنا الأول معلقة السكر ورشة الملح ومعلقة الخميرة ومعلقة من الزبدة ممكن أحط سمن سهل أحط سمن ومعلقة ممكن أحط الزيت أحط الزيت استبدله زي ما أنتوا عايزين احنا بنطعم الخميرة بتاعتنا وبنطعم الحاجة بتاعتنا على قد ما بنقدر ضفنا الخميرة ضفنا اللبن البودرة ضفنا الزبدة ضفنا البيض قلبنا كله ببعضيه مع السكر مع جسد الهن بعد كده أقلب شوية شوية بالراحة بسم الله هتاخد حوالي نص كباية بالزبط من المية مش هنقطر واعجن عجنة كويسة أخدم العجنة بتاعتي ما بياخدش وقت وتوقيت سهل وبسيط حشواته كتيرة يتعمل بالعسل يتعمل بالشوكولاتة يتعمل بالقشطة يتعمل بالمرباط شكلوا نعمل العجنة ونشكل لكم شوية وانتوا اختاروا زي ما انتوا حابين على حسب اختياركم قلب عجنتي كويس والتركة الاساسية فيه المعجنات بالذات رشة الباكينج باودر بسم الله استاذ اشرف سلام وعليكم استاذ اشرف الحمد لله تمام الله يحفظك زكيا استاذ اشرف الله يحفظك الله يحفظك يا استاذ اشرف اسلام لي ربنا يزيدك يا باشا ربنا يزيدك وباركنا فيك يا اخد تسلم لي تسلملي تسلملي عندك اي سؤال اه السؤال يا جيش ربنا يا بارك جيك اتفضل يا باشا اتفضل يا باشا اتفضل على عنينا اتفضل يا فن وعليكم السلام مرحبا مرحب يا سيدت الكل مرحب بيكم الله يخليك الله يحفظك تسلميلي امورينا ايوة طبقات تتعامل عادة سهلة جدا وجميلة تتعامل طبقات تتعامل احنا بنشكل حاجة تتعامل طبقات تتعامل طبقة كاملة بس لما يكون طبقة كاملة من فوق ببقى افضل واطعم بكتير لما اجا اطعم واجيب البطاطس بجيب البطاطس مع اللحمة طبقة اللحمة من فوق والبطاطس من تحت بقى روعة احسن ما انا اوزع اللحمة طبقات ولو حب وزعها طبقات وزعها طبقات ماهمكاش حاجة شديدة شكرا لاتصالك يا فندم شكرا لاتصالك يا عم الحج مرحبا قالوا سلام عليكم مرحب بيك يا عم الحج منورنا ومنور شاشة تتسلم لي الله يحفظك الله يحفظك ده لازم حاجات جدا تسلم لي هزايك عم الحج اقدارك يا مرحب بيك يا عمي الحج منورنا يا عمي الحج نشوفها على عمينا على الوضع الحالي حاضر تحت أمرك يا حج على عمينا النهر نتصل لك لحد عمينا وسلامنا لجميع الصحة والجمال كل الناس المؤديين والمطورين شرف لنا والله شرف لنا ربنا يديك الصحة وبركنا فيك يا عمي الحج معاك الحج اتفضل يا ده أساسي اتفضل يا سيت الكل مرحب بيك سلام عليكم يا سيت الكل مرحب بيك مرحب بيك يا سيت الكل الله ينور عليكم الله في حاجات الجميلة دي والله ويحفظكم لنا يا رب دايما ويسمع ستكم بأحس الحال حاجات الجميلة والله حاجة الجميلة بسلاميلي يا سيت الكل بسلاميلي الله يبارك لكم ربنا يزيح الغم عن الأم اللهم أمين ربنا يزيح الغم عن الأم اللهم أمين ربنا يبارك لنا فيكم يا رب ربنا يبارك لنا فيكم تسلميلي شكرا لاتصالكم يا سيت الكل جامد شكرا لكم بعد ما عجلنا العجين بتاعنا هنتسبها حوالي تختمر عشر دقايق خذت حوالي نص كباية من الميا بعد معلقة من الزبدة ومعلقة من اللبن البضرة واحد عدد من البيض واحد ومعلقة من السكر ورشة الملح عجلناهم كلهم ببعضيهم وخذنا الملمس الناعم في العجينة اهم حاجة يكون ملمسها ناعم زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم اهو الملمس بتاعها بتكون ناعم هسيبها قاله سلام عليكم وبروان سلام عليكم ازيك يا المروان مرحب بيك الله يحفظك يا المروان تسلمي لا ربنا زيدك Trail اللي باركلي عندك اي سؤال على حديثك جدا. ربنا احفازك يا مرانا ربنا يزيدك وتسلمولي والله العظيم من ذوقكم كله والله. والله العظيم لا يا سيف انت مش مخليني عايزين اي حاجة. تسلميلي تسلميلي يا ميراندا شرف لنا والله العظيم واتصالك ده حاجة تاجع على رأسنا والله. وليك حق والله سنية الكفتة بصراحة بتتدلع وانت بتقول لها انزلي على. تسلم تسلم يا غالر ربنا بركيك تسلميلي. تسلميلي تسلميلي. هو اهم حاجة في اللي لازم الروآن والدلع عين كان حتى مش عايزين نكد ربنا ما يجيب نكد ابدا. لازم تفرح على قد ما تقدره. ربنا يا سعيدك ويسعد اولادك يا رب. تسلميلي على تصلك الدمين. ونحن بلفرح بوجودك على الشاشة والله. اسلاميلي ربنا يا حفاظك يا غالي اسلاميلي. احنا فرحانين ان انت معينا على هوا. والله يا شرف ليه والله شرف ليه جامد. شرف ليه جامد تسلم. من الشاب يا فوزي. تسلميلي. بعد ما الطاعة. بين الشابة اخد السمك بتاعه حوالي نص سنت بالزبط عجل العجين. تلات كبيات من الدقيق معلقة من السكر رشة الملح. معلقة من الزبدة او السمن او معلقتين من الزيت على حسب ما تحبوها. كله شغال. ونص معلقة من الخميرة. رشة بيكين بودر في العجين. العجين بيفرد معايا. ارتاح عشر دقايق اما حاجة في الدونس يرتاح عشر دقايق. السمك بتاعه حوالي نص سنت بالزبط زي ما احنا شايفين اهو. ادي السمك بتاعه. علشان هخليه اختمر تاني. القطاعات كتير. زي ما. السلام عليكم. عليكم السلام. معاك معاك يا باشا. تفضلي. ازاك يا باشا مرحب بيك. عامل ايه? والله الحمد لله يحفظك تمام. معاك عبدالله ايه. يا مرحب بيك يا مرحب بيك يا عبدالله مرحب بيك. تعيز ابع السلامي يا الناس كلهم. اتفضل يا باشا. اخويا وجودي. تمام اقمر. تفضل. تفضل. تناديا وكلهم. تمام. وحبهم قوي. تمام. 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 يا هم ما سمعينك على طول يبعت كل السلامات اللي تحبيها. بعد. مخرجنا يكتب لنا طرية عمل الزلبي. عينينا يا باشا مخرجكم اتفضل عام والدي يكتلهم طرية عمل الزلبي. على عينينا. على طول حالا. هو عام والدي اصلا كانت شغال طبخ قبل البتاع ده من زيني. تفضل. على عينينا ستكل شكرا لاتصالك يا فن. بعد كده بعد ما قطعناها بالقطاعات. اي قطاعات زي ما تحبوها. اي قطاعات. قطاع صغيرة. قطاع كبيرة. ممكن نجيب علبة بتاع سمن. ونقطعها من نحتين. نفتحها من نحتين. ما فيش اي مشاكل. باي قطاع باي شكل تحبوها. بعد كده بفرغ من النص. شكرا للناس اللي بتتصل بينا. اه? اتفضل يا باشا معكم. اتفضل يا فن المداخلة اتفضل. مداخلتين ثلاثة. الو السلام عليكم. وعليكم السلام عليكم. وعليكم السلام. الو. منور الساشة والله. تسلم ايديك على الاكلات الجميلة. تسلم يا امورة تسلم الله خليك تسلم. كنت عايزة. كنت عايزة اتقل حضرتك على ثقائل. اتفضل على سؤالين. قولي. اتفضل لي. آآ كنت عايزة ممكن تنزلي طريقة الدونس تاني. عينينا على طول حالة طريقة الدونس حاضر حاضر على نين. تفضلي. بعد ما بيختمل حوالي عشر ده شكرا لانتصالك وينزلك طريقة الدونس بسرعة حالا. يا استاس جلال سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحب بيك يا استاس جلال مرحب. ازاك. المقدور ده بحضراتكم ما هو تفضل يا باشا مرحب بيك يا استاس جلال امورنا. مش نقول ايجي تنور السويس كده. يا ريز ده اهل السويس ناس حبيبنا كلهم الله. احسن ناس واحسن واحسن معاملة مع السويسة كلهم. سبقا خليها شوي. الله بناء خليك يا رب. وامورنا واستاس جلال امورنا. اتفضل. ايه بعت يا باشا اتفضل. كل اخواتي وزوجتي. واصل سلامك يا باشا وزوجتي عايزة تسالك على حاجة كده. اتفضل يا فاند. اتفضل يا فاند. اتفضل. هلو. هلو السلام عليكم. هلو. هيا يا فاند ما امرنا مرحب بيكي. اه لسا ما احيش ممكن اعرف بس طريقة الكوب كيك. الكوب كيك على عنينة حالا نقول عليها عطول. حاضر. حاضر. هيا يا اوامر تاني. لا شكرا. على عنينة باشا على انا تعتقى امركم باهل السويس كلهم على عنينة. نجاو عليها عطول حالا. بعد ما بقطع. بلقطع قطع صغيرة قطع كبيرة على حسب الحاجة اللي انت تحبوها. بعد كده بسيبه حوالي يختمر عشر دقايق بالزبط. اغطي العجينة بتاعتي كلها كاملة اه? تلات كبايات من الدقيق. معلقة من السكر رشدة الملح مع ربع معلقة من الخميرة. معلقة من الزبدة واحد عدد من البيض. بعد كده بننزل باللبن البودرة. ونضرب كله في قلبة دي وننزل بحوالي نصف كباية من المية. ونجيب اي قطعة اي شكل. ونقطع الدونس الجميل. بنفس الطريقة. واسيبه يختمر. نعملها الشكل التاني. اسيبه يختمر حوالي عشر دقايق ضعف الحجم بتاعه تاني. كده يختمر معايا مرتين. كل ما بيرتاح الدونس كل ما يكون افضل واطعم واحسن. وفي زيت يكون زيت كتير. نلم المطبخ بتاعنا الجميل. عشان نشكل شوية الدونس. عملنا مع حضراتكم صنية المطاطس في الفورن. وعملنا رول اللحمة المفرومة بالجبنة. وبالخضار. بعد كده على الزيت يكون الزيت بتاعي. زيت غزير. بسم الله. ونجيب الحاجة اللي اختمرت على طول قبل الهواء مباشر. قدام حضراتكم بتتعمل واحدة واحدة. وبالراحة خالص. لو حبيت ان انت تعمليها على ورقة زبدة. وننزلها في الزيت ما فيش اي مشاكل. يوسف سلام عليكم. وعليكم السلام. ازاك يا يوسف مرحب. الحمدلو عليك عامل يوم. والله زال في الله 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 يحفظك امارنا. كنت عايزة طريقة اللي ما كنا بالتونة. ما كنا بالتونة عنينة حاضر تحت امرك حاضر. طلبتك اوامر يا باش على عنينة. ايه. عمي. قلت شوق. تمام. الزيت يكون الزيت غزيره وزيت يكون سخر. ونتجهز التشكلات الحلوة بتاعتنا. والعسل بتاعه. نعمله بالمربة نعمله بالعسل نعمله باي حاجة. محمد سلام عليكم. عليه وسلام عليكم محمد. كيف يا كشيف. ازاك يا محمد مرحب بكي. منور الشاشة. الله يحفظك تسلميلي. عامل ايه. والله الحمدلله تم الله يحفظك. مبروك رجوعك لكلوة الياباني. تسلميلي تسلميلي شكرا لكم ولزقكم والله. تسلم الله خليك يا شيف. تسلم ايه دا. عندك اي سؤال? الله خليك يا شيف تسلم ايه دا. تسلم يا باش تسلم الله يحفظك. شكرا لاتصالك. شكرا لزقكم الجميل. الشوكولاتة بتاعت على نار هادية خالص. بحط عليها معلقة من الزيت بسيطة. عشان تطلع الدونس وهو سخن نشكل فيه تشكيلات كاملة. ده ما احنا شايفين اهو الشوكولاتة ايه? الشوكولاتة يكون خام. بحط عليها معلقة من الزيت. وقلب على طول باستمرار. فعلى حمام بخار ماشي على نار هادية خالص ماشي. باسم الله. كله كله شوكولاتة وجز هند وقشطة ومرباط. استاذ محمد السلام عليكم. وعد المتجاز الجميل. زي الفل والله يا باشا. استاذ محمد من حضرتك يا فنم. والله وحشتنا كتير يا شيف والله. ربنا يحفظك يا استاذ محمد من زوءك والله ربنا يبريك لنا فيكم يا رب. تسلام لي. والله انت منور الصحة والجمال والله. تسلام لي يا استاذ محمد تسلام لي ربنا يحفظك ويزيدك يا اغتسلامي. شكرا ليك وشكرا لاتصالك جدا جدا يعني. عندك ايه سؤال? عايز ان اعرف طريت صلاتة الكلسلو. عايز طلباتكم اوامر لينا الاحلى متصلين. حالعنين? حاضر يا فنم تحت امرك. اتفضل يا باشا اتفضل. ازيك يا ركاية? ماشينك عشر. ايه. 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 طب الحمد لله انت كويسة يا ركاية. عايزة اي سؤال? ايه. عايزة طريقة البيتزة. البيتزة? ايه. حاضر على عنينا طريقة البيتزة حاضر حاضر. شكرا لاتصالك يا باشا. لا لا مش اطلع. والله من اطلع. وهي اصلا هيشتغل. في زيت يكون غزير عملنا الدونس الجميل اللي مش عايز يطلع ولا يتقل ازل اللي هو بيتقل في الزيت زي ما انتم شافين حضراتكم اهو عملناه بتلات كبيات من الدقيق معلقة من السكر رشة ملح معلقة من الخميرة. وضفنا عليه معلقة من الزبدة. واحد عدد من البيض اللي بنام كلهم مع بعضهم كويس. بعد كده ضفنا عليهم نص كباية من المية على حسب الاختيار. الدي بتاعنا يكون دقيق متعدل للستخدام. ركنتوا حوالي عشر داي بالزبط. بعد ما اختمر الدونس معايا. فردتوا على سنة من الدقيق صغيرة بسيطة. بعد كده. اطعناها باي اطعات زي ما اتفقنا اي حاجة ما توقفوش عليها خالص نهائي. باي اطعات تعملوها. بعد كده. ضفنا ضف عملناها. نزلنا في الزيت يكون زيت بيغلي. يكون متوسط او درجة الحرارة بتاعتكم متوسطة بسيطة وسهلة. المصرح السلام عليكم. والدونس الجميل. على نفس الشكل والترتيب. والدلع والجمال في الصحة والجمال. زي ما احنا شايفين اهو. نشاء مصرح السلام عليكم. ازاك يا سيت الكل مرحب. ازاك يا شيف حمد ازاك والله الحمد لله تعمل الله يحفظك. وانت الكمال الصحة يا سيت الكل امورينا. خلاص اشتغل. عاوز اعمل طريقة الجلاج بالاحمر المفروبة. عينينا. طريقة ايه? على عنين. على عنين. على عنين. على عنين تحت امركم على طول حال. وبحييك وبحييك انا تصحيك. تسلميلي على عنين. اقدم اهداء. اتفضلي. اهداء. اتفضلي. اهداء. اتفضلي يا سيت كل اتفضلي. الاهداء الاول لقناة الصحة والجمال. تسلميلي. الجيش مصر العظيم. الله عليك. والجيش الابياء. الله. ان ربنا يعيني وجويه. في الازمة اللي احنا فيها دي. الله. هم. واجد باهداء الاستاذ محمد رزق عطيان على وصوله من الكويت السلامة. تمام. والاهداء التاني لأهلنا في العريش. الاستاذ محمد عطيان واولاده. تمام. مصطفى وعلي وسامة والحج والدته. معاك يا سيت كل قولي. قولي اللي انت تحبيه كله ان شاء الله هتكون سامعك الوقتي. كل الاداء توصل بالسلامة. ليك? استاذ الشروق السلام عليكم. قالوا السلام عليكم. استاذ الشروق. وعليكم السلام. ازيك يا استاذ الشروق. ازيك يا سيء. هات يا باش اوصل البطاطس الجميلة والحياة الحلوة اللي طالعة من الفرن طازة. ازيك يا استاذ الشروق مرحب بيك. الله انما عليك يا سيء. وعليك يا استاذ شروق. عايزة. عندك اي سؤال? عايزة طريقة البطاطس. انزل يا باش انا وانزل في الجمال والدلع. بالراحة. بالراحة. بالريحة الجميلة. على عينينا حاضر يا باش تحت امرك تحت امرك. حالي انا اقول لك عالطريقة. عايزة طريقة انا مسما تاش. بس اش. قالو. استاذ شروق. الرل بقى. استاذ شروق. شكرا لاتصالك يا فنم. شكرا لاتصالك. اقول ايه. هو في حاجة. الاسئلة اللي بتسأل. صلطة طول كلسلو. هو عبارة عن الكروم الكابوتشة البيضة. الكابوتشة البيضة. بنقطعها. ونعمل. نبشر جزر عليها. بعد كده فصين من التوم. تلات معالق من الميونيز. ومعلقة من السكر. لازم اقلب اقلب اول ما الدونس بتاعي. يبدأ يحمر من الجنب بتاعه كامل. مين? معنا من دخلة والله. تفضل يا فنم. ازاك اشف ماجي. ازاك اصدت الكل ما احب بيك. وانت بكمال الصح يا فنم تسلم ايه? ما انت تقولي على بتاعتي اللحمة اللي انت عملتها هدية اللون? اللي انت عملته الوقتي اللي اللي. على عينيء اللي تحت امرك على طول حال اناقول لي لقد قمت. خاضر تحت امرك كيف? ممكن حضرتك تعرف اللي هي القرص اللي من الشدر اللي في الفورن اعايزة من مأدرة ممكن? قرص للشدر? اه? عايزة القرص الطريقة ولا قرص اللي هي الكفنة؟ للقرص اللي هي من الشدر والسمسم اللي تبعها في الافراض. تمام تمام تحت امرك تحت امرك. شكرا شكرا. شكرا manifestsعم Liberty on a rational والمقادير على الشاشة الرول بتاعنا هو عبارة عن كيلو من اللحمة بيتضاف عليه ربع كيلو من الدهن بيتضاف عليه بصلة 2 عدد من الفلفل 3 فصوص من التوم بعد كده بافرموا افرموا على وشين على الكبة او على المفرمة الكبيرة فيش اي مشاكل بعد كده بجيبوا احط عليه كباية من الصميط كباية من البقصمات بابريكا المشكلة السبعة توابل الملح بارسهم اخدمهم خدمة كويسة جدا جدا بعد كده بافردها على ورق السيلفر الزبدة او ورق المطبخ ما فيش اي مشاكل وافردها وانزل عليها الجبنة المتزرلة وانزل عليها الجبنة العادية والبصل والفلفل اللي حياتي الجميلة بعد كده بعد كده بننزل بنلفها رول كويس جدا ونضغط عليها ضغطة كاملة وندخلها الفرن حوالي نص ساعة او تلت ساعة لحسب ما تستوي عند حضرتك بالزبط وتطلع معاكم ان شاء الله حاجة جميلة ومية في المية المعمر سلام عليكم اهلي السويس مرحب السلام عليكم يا شيف مع عليكم السلام يا ام عمر مرحب بيك يا الكفتة ليه بتتهيري لما وقليها في الزيت بتتهيري لما تقليها في الزيت اعمل الطريقة بتاعتنا عايزها تفضل ما تزوديش نسبة الدهون في كفتة خالص نسبة الدين في الكفتة عزي مصد نسبة الدين في الكفتة يكون حتة صغيرة ما يكونش كمية كبيرة لسة شوف خلاص نسبة الدهون لازم يكون قليلة بسيطة افضل افضل طبعا بس هي نسبة الدهون بيكون حتة صغيرة مع حتة من الدوش او حتة من الفخدة يكون حمراء وحط عليها حتة صغيرة خالص من الدهن واضيف عليها البصل والفلفل والتوم والتوابل والملح وحطها في التلاجة حوالي عشر دايب الزبط بعد كده اصبعها ممكن احطاش في الزيت خالص ادخلها في الصناعة من غير الزيت ولا سمن ولا اي حاجة ودخلها في الفرن تطلع معاك الكفتة ممتازة جدا على العنين يا سبت كل تحت امرك تحت امرك يا سبت كل على العنين على العنين عز المقصوص سلاة تطلق كل سلوكورومب الكابوتشة البيضة مع الجزر المبشور معه المايونيز معه السكر حاجة بسيطة معليها من السكر واده الرز التاني الجميل الرز مسلوق بيل جنزبيل مفيد جدا ان شاء الله هنعملها عشان تطلع مع الكفتة او الرل الجميل مفال والله یه لفظة يا فرم السلام عليكم ascana قالو السلام عليكم عليكم سلام وبركاته مرحب مرحب اقمر ايه زي حضرتك يا فير والله الحمد لله تم الله يحفاظك تسلم انا عامل ايه تمام والله تمام ايه عامل رز وكفتة و باسمين باطلس انا بن equivب حضرتك اوي تسلم الله يحفاظك تسلمي للله يبرك لك تسلم ايه اقمرين ربنا يوفاك يا ربي crying النجاح بعيد. ربنا يحفظك يا رب وزيدك دي يا حاجة والله وسام على وسام على بمغني. وعلى صدرنا والله. كانت الصحة والجمال دي بسم الله ما شاء الله عليها بتصلى احلى شفات والله في العالم. تسلميلي ربنا يحفظك وزيدك تسلميلي. شكرا لزوءك الجميل عندك اي سؤال? كانت جميلة وين حضرتك جميل. والله انت اجمل ربنا يحفظك يا باشا وزيدك. انت اجمل واحلى ربنا يحفظك. عندك ايه سؤال? يا رب. هذه الدونة هيا سيت كل. شكرا لاتصالك يا فنم. شكرا لاتصالك يا باشا. شكرا لاتصالك يا سيت الكل في اسلاميلي. اسلاميلي يا غالب. هذا الرز التاني. عشان نزبط صفرتنا الجميلة. نديها الجرنشة. شوية حاجات جميلة. صنية الجلاش. صنية الجلاش في الفورن. ايه الجلاش ممكن نعمل له وش اللي هو بالبيض والحليب اللي ما بيحبش البضو الحليب. هنعملو بتريقة ان شاء الله قريبة جدا. هنسوها لكم. ويعبارها هي اصلا بتيجي حوالي ستاشر ورقة النص كيلو. بنعمل تمانية. تمان ورقات. وكل ورقة بتترشي فيها سمن بسيط خالص وخفيف. كل ورقة بتترشي سمن خفيف وبسيط خالص. وبننزل بالحشو برضو باللحمة المفرومة او بالفراخ. ايه? واستاذ رجب من لقصر مرحب بيك. سلام عليكم. سلام عليكم. ازاك يا استاذ رجب مرحب بيك. حياة ديك من اسملك في رفندم. احسن صديق للبرنامج الاستاذ رجب مرحب بيك. حبيبي تعييك بني الاداد المحترم وخناك صح وجمال. ربنا يحفظك يا استاذ رجب ربنا يزيدك ويحفظك يا رب ربنا يباريك لنا فيك. اسلام يدك على كل حي بتعملها لنا. اسلام لي يا غالي الله يحفظك يا غالي ويزيدك. عندك اي سؤال? خدمة منك. اقمر. الامر اللي واعده عاوز عندنا فراس. عايزين من سياءتك كده تقول لنا على حاية كده نعملو بيها نحف. عندكم ايه? فراس فراس. ابعتهن يا استاذ رجب ابعتهن ابعتهن نعمل لك الحلقة الجاية. وانجي بالك جازة. عاديك تقول لي كده على الخلطة اللي نعملها. على عينينا حاضر تحت امرك. عادي العايس كريم يا سيخ عادي العايس كريم نعملوه البيت. والايس كريم وكل اللي انت عايزة والستاذ رجب على عينينا. على طول حالا يا باشا تحت امرك. الله يس كريم لي كزا. على عينينا حاضر اقول لك على طول حالا يا استاذ رجب مدام صديقي البرنامج. حاضر حاضر. والله. هاتل رول التلت دقايي بس بالزبط. عيالي كمان. سمى تيفل على كده خب. ماشي. طريقة طريقة الفراخ خلطة الفراخ الجميلة بنعمل مية البصل وهي عبارة عن بصل او الفلفل والتوم. وكوباية من الخل واللمون. وبنضيف عليها. بننزل بن بن الدروبة في الخلاط ونصفيها تصفية كاملة. بعد كده بنضيف عليها التوابل الجميلة ومعلتين من زيت الزيتون وعلبة من الزبادي عشان الفراخ ما تنشافش معايا. وعصير البرتقان. بعد كده. بعد كده. بنزل بالفراخ. اهم حاجة ان انقع الفراخ بتاعتي حوالي ساعة بالضبط يكون في التلاجة. وطلعها يا استاذ رجب تنزل في الفرن ماشي. وحطها في الفرن زي ما هي او عشوايا ماشي. بالخلطة بتاعتها الجميلة. والايس كريم هو تلات معالق من لو عايز اعمله بالنشا ماشي. ان شاء الله نعمله الحلقة الجاية بازن الله الايس كريم عشان خطرة كباشة. عشان ده هندوله على طول صوته صورة سريع سريع. الوقت معاكم بيعدي سريع جدا. الوقت معاكم بيعدي سريع جدا جدا. هاتي يا باشا الرول بتاع بتاع الفراخ. وادخ طلعنا الدونس بتاعنا. نشكل على طول زي ما انتم شايفين بالضعف الحجم بتاعه الجمال والدلع. لو عايزين نحطه في الشرباء بتاعه العسل ما فيش اي مشاكل. عايزين ننزله في الشوكولاتة على طول مباشر يكون خفيف واللقمة بتاعته ببقى هشة وجميلة. زي ما احنا شايفين اهو. انزل بالشوكولاتات على طول الشوكولاتة بتاعتي بيكون شوكولاتة. لأ. هاتي التاني اللي هاتي اللي في السباق. بالشوكولاتة على طول سريع. ينزل يا جميل. بالشوكولاتات والحاجات الجميلة هشة لسه سخنة مولعة. فيه كناة الصحة والجمال والحاجات الدلع والدلال. بعد كده نعمل له سو الشوكولاتة. نشكل اي تشكلات تحبوها بالفرماسية باي حاجة. قطط صغير بسيط. واعمل طبق التشكيلة بتاعي بسم الله. هاتي واحد. ونص دقيقة وخلاص ونقفل. عشان قبل ما نختم اهد الرول بتاعنا الجميل. بل حناش نقطع وان شاء الله نقطع. بسم الله اطلع معاكم بالدلع والجمال في الصحة والجمال. حاجتنا بسيطة وسهلة واقتصادية. يارب يكون كلامنا خفيف على قلوبكم. خفيف على جيوبكم. ويكون اكلنا بيعجبكم. اي استفسار او اي تعليق او اي. او اي.